تابع الوحدة الثانية من مقرر تكاليف وإدارية واحد تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح نقطة التعادل Cost of Volume Profit Analysis Break Even Point يعد تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح أحد التحليلات الهامة للإدارة التي تمكنها من الحصول على المعلومات الخاصة بسلوك التكاليف والأرباح وكيفية تغيرها مع تغير حجم النشاط ويلاحظ أن تحليل التعادل هو جزء من تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح فتحليل التعادل هو الحالة التي عندها تحقق المنشأة صافي ربح صفر لما المنشأة تحقق صافي ربح صفر في الحالة دي احنا في حالة تعادل المنشأة في حالة تعادل أي لا تحقق المنشأة لا ربح ولا خسار فيش لا ربح ولا خسار أما تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح هي الحالة التي عندها تحقق المنشآة ربح أو خسارة أو صفر العلاقة بصفة عامة أي أن تحليل العلاقة بين التكلفة والحجم والأرباح هي أعم وأشمل من تحليل التعادل لأن التعادل حالة واحدة بس اللي هي الشركة اللي بتحقق لربح أو خسارة يعني ما عنديش حاجة صفر أما ما بتكلم على علاقة بدرس العلاقة سواء حقات المنشآة ربح أو خسارة أو صفر نقطة التعادل المفهوم والمعادلات الرياضية هي ذلك المستوى الذي يتعادل عنده إجمال التكاليف إجمال التكاليف هنا ثبتة ومتغيرة مع إجمال الإيرادات فلا يكون هناك ربح أو خسارة مفيش لا ربح ولا خسارة ويحسب ذلك المستوى بالمعادلات التالية التعادل بالحجم أو بالكمية بنقسم التكاليف الثابتة على هامش المساهمة للوحدة التكاليف الثابتة بنقسمها على هامش المساهمة للوحدة ده التعادل بالكمية أو الحجم وهمش المساهمة اللي هو المقام بيكون قبارة عن سعر بيع الوحدة ناقص تكلفة متغيرة للوحدة طب التعادل بالقيمة بالريالات بالفلوس البسط نفسه التكاليف الثبتة بس المقام هنا هنقسم على نسبة هامش المساهمة يبقى التكاليف الثبتة لو تقسمت على هامش المساهمة للوحدة يطلع للتعادل بالكمية التكاليف الثبتة لو تقسمت على نسبة هامش المساهمة يطلع للتعادل بالقيمة وعرفنا هامش المساهمة للوحدة يتحسب إزاي؟ بالفرق ما بين سعر بية الوحدة ناقس Ừrebbe المطائرة لالوحده باقي نحن ابتعرف على إسم نسبة همش المساهمة تحسب كيف تحسب نسبة هامش المساهمة بتيجى من اسم هامش المساهمة للوحده على ساعر بية الوحده في 100 هامش المساهمة للوحده، تقسيم ساعر بية الوحده في 100 أو أن نسبة هامش المساهمة تكون 100% ناقص نسبة التكلفة المطيرة وده يتوقف على حسب نوع البيانات المعطعة في التمرين من الآلاقة الأخيرة أي أن نسبة هامش المساهمة هي مكمل نسبة التكلفة المطيرة نسبة هامش المساهمة هي مكمل نسبة التكلفة المطيرة فمثلا لو قلت نسبة التكلفة المتغيرة بتكون طبعا نسبة التكلفة المتغيرة إلى إرادة المبيعات لو نسبة التكلفة المتغيرة كانت مثلا 70% نستنتج من هذه النسبة إيه إن نسبة هامش المساهمة المكمل 30% لو بقت السبعين دي كانت نسبة التكلفة المتغيرة كانت 80% عندها ستكون نسبة هامش المساهمة مكمل 80% لو كان 20% وهكذا